السلام عليكم ورود و مرحبا بكم معي في وصفة اليوم اليوم سوف نقدم لكم وصفة طبيعية 100% مجرد وفعها لزيادة الوزن بالنسبة لمكونات الوصف بسم الله على بركة الله لدي 50 جرام زرعة الفصحة في المغرب و في مسماية الدول العربية و كذلك باللغة العربية اسمها بودور البرسيم و كذلك 100 جرام زجل البلدي 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 و كذلك 100 جرام زجل و نقيتها من الحجيرات التي تكون فيها صغر و حمرها و مقيلة تقلة فوق البوطة و تحتضلها على شكل بودرة و كذلك ياقورت حسب الرغبة بالنسبة لياقورت تستعملوا اي واحدة كتحبون انتوما ما تقيدش بهاد الماركة اللي كنستعمل انا انا كيعجبني تعالبان كنستعمل تعالبان انتوما تقدروا اتخدوا اي مضاق كيعجبكم اول حاجة كنا ندابها بسم الله بالنسبة لطريقة تحضير كنناخد ذاك الزنجلان و كنغسلوهم مزيان مرة و زوج و ثلاثة و اربعة حتى يتصفى نهائيا من ذاك الأطريقة اللي كتكون عالقة في كيفما كتعرفوا الزنجلان اللي بلدي تكون في ذاك الحجيرات الصغار بزات نقوهم زيان يعني بالخاطر حتى يقول لي ما فيه تشي حجرة و من بعد كتبدو كتغسلو فيه على هاد الشكل حتى يتنقى و ما كتبقاش في حس طراب نقا مزيان خليو يتسقطر على جانب و تبدو المرحلة الأخرى هيتها التحمار كتحمروا اللوز واحد شوية ما يتتحرقش و كذلك زراعة الفصة كتحمروها تايمة كتحرقش يتباليكم كترتق عارفوا بأنها صافرة ولا تجاهزة كتحي يدون فوق البوطة و من بعد ما كتتسقطر ننزجنا حتى هو نفس الطريقة كتحمروه في حتى ينشف من ذاك الموقع يبدأ يتطرتق و كتحي يدون فوق الوقت يمكن لكم تستعنوا بطريقة تقليدية تغسلوه و تخليوه يتسقطر و من بعد نشفوه في الشمس يكون احسن لكتعندكم و من بعد ما كتش عندكم استعنوا بها الطريقة كما درت انا من بعد موجدتها بجميع العناصر تحمروا اللي ايام كان بدأ كنت نطحن فيهم من اللي كان نطحنهم كنتدرهم في واحد اليناء و كنتخلطهم مجموعين مزيان زرية الفصان و اللوز و كذلك الصوجة مطحونة و الزنجلان كنتجمعهم مع بعضياتهم مزيحة كنتحصل لها واحد خالط متجريج كي يصبح لها واحد الشكل يعني بحل واحد مخلط كوش داك شي بحل بدقيق كي يكون مخلط مزيان 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 و من بعد نحطف دبي في واحد البوطة اللي كانت تكون ديال بلاستيك و كنسد عليه مزيان و كنحطوه في واحد المكان بعيد عن الرطوبة بالنسبة الطريقة لاستعمال ذي هذا الوصف كنناخدو ملعقتين كبيرتين كنضيفهم لذك لياقورت فكل وجبة فكل وجبة من بعد الاكل كنكونوا واكين مزيان و شبعانين كناخدو هد الوصفة لما كتكون شبعانا ما كتكونش فارغة كنكونوا شبعانين كناخدو هد الوصفة كنناخدو الياقورت كنضيفو لي جمالة عقبار ديال هد الخلطة و كنناكلوهم بالنسبة لهد الوصفة يمكنكم تاخدوها كل يوم ثلاث مرة اتفاق الى اطفال الصغار لامر طوال 8 سنوات ملعقة صغيرة فقط اضافها في اليوغورد اضرار جانبية اتفاق الكبار اتفاق الكبار اتمنى ايضا اعجابكم اتجربوا اتشاركم